السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اتماعي الكرام تابعي القناة من الاخر الخلاصة ترتيب فرقة الدور الاسباني وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة الثانية والعشرين بعد الانتهاء اليوم مع انتهاء مباراة اتليت كومدريد امام سلتافيجو مباراة الكانت قوية جدا من جانب الفرقتين وهي اتليت كومدريد يتعادل امام سلتافيجو اتنين اتنين احرز هدف اتليت كومدريد لويس واريس في الديئة خمسة واربعين وفي الديئة خمسين هدف فيسل تافيجو عن طريق سنتيمينة في الديئة تلاتاشر وفاكوندو فيريرا فيا فيرايرا في الديئة تسعة وتمانين وكده اتليت كومدريد افقد نقطتين في صراع الصدارة ولو فقد نقط بعد كده في المباراة القادمة اعتقد ممكن الريال او برشل نحقه اما لو استمر في الفوز فهو خلاص كده هيبقى متصدر الدور الاسباني والفاس في دور الاسباني لهذا الموسم خلنا نشوف ترتيب فرقة الدور الاسباني سوما تعرف على ترتيب الهدفين وبقر بازن الله عندنا مباراة بين ريال مدريد واختافي في مباراة مؤجلة من الجولة الاولى في استدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني بعد تعادل اتليت كومدريد امام سيل تافيكو مازال طبعا اتليت كومدريد متصدر في المركز الاول بعد لعب عشرين مباراة بواحد وخمسين نقطة لهم مباراة مؤجلة تاني برشلنا في المركز الثاني بتلاتة واربعين نقطة من واحد وعشرين مباراة لهم براما مؤجلة ريال اا مدريد في المركز السالس برصيد تلاتة واربعين نقطة ايضا ولهم براما مؤجلة اشبل ياءت فمركز الرابع باثنين واربعين نقطة ولهم براما مؤجلة فيا الريال في مركز الخامس بستة وتلاتين نقطة فيا ريال سوسيدات في مركز السادس بي خمسة تلاتين نقطة ريال بيتس في مركز سابع بتلاتين نقطة غرناطة في مركز السامن بتلاتين نقطة ليفانتي في مركز التاسع بسبعة عشرين نقطة ولهم برامة اجلة سلتا فيجو في مركز العشر بستة عشرين نقطة اتليتيك بالباو في مركز الحادي عشر بخمسة عشرين نقطة ولهم برامة اجلة فالانسيا في مركز الثاني عشر بربعة عشرين نقطة ختافي في مركز السالس عشر بربعة عشرين نقطة لهم برامة اجلة قادش في مركز الرابع عشر ب ، 930 في مركز الخامس عاشر بخلاق المركز السادس عشر بخلاق المركز السابع 16 judgments. ، ² اedingتي tapped with double power if barATO 20 points. . أكيد سواريز هو متصدر لهدفين دلوقتي بعد إحراز هدفين إضافيين إلى الـ 14 هدف اللي كانوا عنده فهو دلوقتي في المركز الأول لويس سواريز لعب أتلتكو مدريد بـ 16 هدف في المركز الثاني لونيل ميسي لعب برشلنا بـ 13 هدف والنجم المغربي يوسف النصيري لعب إشبالية المركز الثالث جيراردو مورينيو لعب فيا ريال بـ 12 هدف المركز الرابع موراليس لعب لفنتي بعشرة أدف وكاريم بنزمة لعب ريال مدريد وميكل أرزبال لعب ريال السوسيدات المركز الخامس لعب سلتفيجو بـ 9 هدف ورجار مرتي لعب لفنتي المركز السادس علىكساندر إزاك لعب ريال السوسيدات بـ 7 أدف المركز السابع كاناليس لعب ريال بـ 7 هدف وأنتون جيرزما في مركز السامن لعب برشلنا بـ 6 هدف خلنا نرى الترتيب صنوع الأهداف في صدارة صناعة الأهداف عندنا في المركز الأول ياخص باس لعب سلتفيجو صنع 6 آدف في المركز الأول أيضا ماركوس لورينتي لعب أتليتكو مدريد وفي المركز الأول أيضا نبيل فقير لعب ريال بتيس واخرخي ديفروتوس لعب ليفانتي في المركز الثاني أنخي الكورياء لعب أتليتكو مدريد صنع خمسة آدف وكارلوس سولير لعب فلانسا وجوان جوردان لعب إشبريا وكريم بنتزمع لعب ريال مدريد تريبير لعب اتليتكو مادريدا في مركز الثالث انتون جيرز من لعب برشلونة برشلونة سنعة اربع عداف وهخوسيا لويز لعب فالانسيا وهي خيسوس نفاس لعب اشبيلية وخواكين سانشيز لعب ريال البتيس وهي لوكاس اوكمبوس لعب اشبيلية وميكل ارزبال لعب ريال سوزدان تبع الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر وخلاص اشترك في القناة فعل زر الجرس اعملاك الفيديو نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته